نروح لبورسة الكويت ونتعرف من زميلنا نواف الشراكي هل هناك تأثير للنهائرات في أسواق المال العالمية على حركة التداول في بورسة الكويت ولا لا زميلنا نواف صبح كلها بالخير وحيا كلها وصراحة النواف نحن ملاحظين شغلة في الستوديو من بداية تتغطي البورسة وهي سبحان الله في انهيار ما أدري هل لها علاقة ولا ما لها شغل أول شي أصبح عليك بالخير باسل وأصبح على نجيب وأصبح على نوف وأصبح على ضيفك العزيز سلطان الجزاف الخبير الاقتصادي والاستراتيجي عندكم بالستوديو ويمكن صار لي فترة ومشايف أخونا سلطان الجزاف بالنسبة قبل هاتش بالتداولات تقول إحنا منغطينا البورسة انهيارات أنا صراحة أنا أتفق إياك بس ترى مو مني من اللي قاعد عندك ورا هناك روح ترد على نجيب نجيب في البورسة والبورسة راحت تحت ترى مو أنا اللي بالبورسة انت اللي بالبورسة مو أنا انت اللي هناك أنا هني ما أدري احنا لازم نسأل عن الفلوس هاته مني آيبها يا نجيب ما ندري ايه خليت فيها فلوس انتا راحت راحت بداية يعني السوق اليوم والله الحمد يعني يعني متماسك أو نقول في ارتدادها مرة أخرى في ارتفاعات على صعيد المؤشرات الرئيسية كلها يمكن اللي حصل في جلسة الأمس وقبل الأمس كان أمر طبيعي جدا انه هذه حركة ارتدادية عمليات مستمرة في الشراء على مدى خمس سابق في بورسة الكويت ولكن أيضا ما واكب التراجعات في بورسة الكويت هو التراجعات الحادة اللي حصلت في جميع الأسواق العالمية نتكلم على الأسواق الأسيوية وأيضا الأسواق الأوروبية بالإضافة إلى أيضا هناك كانت هناك مخاوف في تباطئ الاقتصاد الأمريكي وانإكاس يعني أمور أخرى مثل معدل البطالة اللي ارتفع على مدى ثلاث سنوات كان مسجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات هذا بالنسبة ويعتقد يمكن المحلل الاقتصادي سلطان جزاف يمكن أكد على هذا الأمر من خلال مداخلاته نتكلم على جلسة اليوم كما نشاهد اليوم والله الحمد يعني المؤشرات في بورسة الكويت محققة مكاسب على جميع الأسواق الأسواق نتكلم على مؤشر السوق الأول مرتفع مستقل عن 7,624 نقطة بـ 19 نقطة ارتفاع 81 نقطة ارتفاع جيد مستوى القيمة 23.5 مليون دينار المؤشر السوق العام 6,990 نقطة مستقر بارتفاع 62 مستوى القيمة 27.880.000 دينار السوق الرئيسي مستقر عن 5.869 نقطة بارتفاع 4 نقاط قيمة 4.337.000 دينار مستويات جيدة تماسك نقدر نقول عنه اليوم مؤشرات سوق الكويت الأوراق المالية هذا أعطى نوع من الثقة والطمأنينة ما حصل على مدى يومين من بداية هذا السبوع هي حركة طبيعية عمليات جني أرباع بعد المكاسب اللي حققتها بورسة الكويت نتمنى أن يستمر هذا الاستقرار والتماسك إن شاء الله حتى نهاية جلسة اليوم وحتى نهاية هذا السبوع حتى يكون هناك نوع من التوازن في المحصلة الإسبوعية للمؤشرات في بورسة الكويت نعم كل شكر لك زميل نواف الشراكي كنت معنا من بورسة الكويت